نيلة وحتى نيلتين وحتى تلك نيل لان احنا جايين من نهر النيل والنيل بينايل الناس تفهمين حاجة؟ والله لو فهمتوا يبقى انا معجزة ولا نيلة خالص نيلة بنشتابق لان انا بنشتغل مع المجتمع في كل طواقفه او بكل طواقفه فلابد نعرف لغات مختلفة انا كان عندي محاضرة من ست سنين تقريبا اسمها للكبار فقط جبت كل الاستحلاحات الكيكي والبيكي عارفين رأسة كيكي؟ مفيش حد مش عارفها تقولي لأ دي تريندي يا عم ونزلت فيها مع الشباب اللي زيكوا وطبعا كانوا بيصوتوا من الكلمات بس ده اللي واقع في المجتمع واقع في المجتمع لا بد نعرف كيف يتحدث الناس بثقافة غير الثقافة بتاعتنا في نفس المحية بتاعنا او نفس المدينة بتاعتنا ونفس القارية بتاعتنا وإلا مش هنعرف نكون عمال مجتمعيين أنا كتبت حاجة كده واحنا اللي عملنا من البحر تحينة حلوة معلمة واحنا اللي هامة ودي نبالح أبقت قديمة دي لا دي دي لسه جديدة أخر واحدة ما اسمعتها ما فلتها شاكتورون لا مرة واحدة تقال مرة واحدة؟ فتح بقى الشرح بعد كده في المسر انه بحرط حينة كذا لا انت بقى لا روح اشرب من النيل عشان انت ايه؟ انت ايه؟ قولناها انبارح دي بردك قديمة احنا اللي عملنا من الفيل منديل واحنا اللي عملنا من البسة حلبسة واحنا اللي عملنا من ايه؟ من الفيلة فانيلا واحنا اللي عملنا مش بتقولوا انتو شعر وفي شعر هنا بشعر احمر فين ما جاش هو لا دي مش شعر ده؟ دي حيثيات حيثيات يعني اقوى من الشعر واحنا اللي عملنا من البطاطة نطاطة ومن الكوسة بوسة ومن الشتة بطة ومن الخيارة طيارة فاهمين حاجة؟ الله اللي عزيم لو فهمتو نعم بتتكلمش من الانجليز انت انت اشتاكوا عليك حتى بتتكلم من الانجليز مش كده؟ بتتكلمش بسرعة ايوه ايوه من القطة ست من الزلموكة داربوكة عرفت الزلموكة؟ الزلموكة دي ما عرفاش المصريين بس واهل غزة يعرفوا الزلموكة برضا؟ ها؟ الزلموكة بعد الغداء واحنا اللي عملنا من الكرشة فورشة ومن القرع شرع ومن العصايا كوباية ومن القردة وردة ومن الجموسة عروسة شفت بقى؟ لبس البوسة تبقى عروسة واحنا اللي عملنا من الكلاوي حكاوي ومن السجوء قبق ومن العرسة فورشة ومن الحمار زنهار واحنا مجموعة الحمير كترة قوي وانا انا احب الحمار دي لغة من اللغات اللي ما ننزل الشارع هنلاقي مصطراحات زي كده وغير كده وده استكمال للوشة اللي احنا عملناها اللي هو الكبار فقط اللي يشتغل في المجتمع لابد يعرف لغاته ويعرف معنى كل كلمة داخل المجتمع وإلا ما ينصبش نفسه او ما تنصبش نفسها انها تشتغل في المجتمع ايه هو المجتمع المدني؟ هو مجتمع كل مخلوق مش كل انسان كل مخلوق داخل حيز بنسميه مجتمع وانت ايها الانسان مكلف بخدمة هذا المخلوق سواء كان حمار او جموسة او كلب او قط او طير او نبات او مياه او او الاخران المجتمع المدني هو مجتمع كل مخلوق يدير هذا المجتمع الشخص المدني اللي هو السيفليان وليس العسكري او الامني لان العسكر والامن ليهم ايه وظائف يحمل مجتمع المدني او يحمل وطن او يحمل فرد لان انتقس من دورهم لكن دورهم يعتبر مقدس بس خارج ادارة المجتمع المدني انا عليها حماية الفرد او انا عليها حماية الوطن او المجتمع المجتمع المدني في كل تشكيل من التشكيلات وحذاري ان حد يقنعكم يقولكم ان المسجد والكنيسة مش جزء من المجتمع المدني يعندي اقصاء المؤسسات من اكبر المؤسسات اللي موجودة في المجتمع واكبر المؤسسات لتأثير خطير على المجتمع فاذا كنا هما اقصيناهم ان اقصيناهم خلاص اصبحوا تشكيل لوحده ممكن يؤثروا في المجتمع سلبا اكثر من اجابة وده فكر سنسمعناها في دول اخرى للمعركة اللي حصلت ما بين الدولة والكنيسة في القرون الوسطى فاذا هم اقصوا الكنيسة والدين اقصاء تام ماسموهاش مجتمع المدني فاذا المجتمع المدني اللي عايز استعد المجتمع المدني ويشتغل فيه زي حالتنا هنا لابد ينصب نفسه خدام اللي مش عاجب يكون خدام الف سلامة لا مش هنقول احاديث هنا لا انا بتكلم خدام يعني افتكر شيخ شعراوي رحمة الله عليه لما دخل جمعة القاهرة وشلوا العربية بتاعته على اكتافهم الشباب نزل ها؟ منقهوش لابد يدور عليه لابد ينظف الحمام عشان يكسر النفس اللي كنا بنتكلم عليها من بعد يكسرها كسر فاللي عايز يتعرض لمرأة ارملة او لطفل يتيم او او الاخره هو خدام وهو عامل عند المرأة والطفل واليتيم والارملة دي قاعدة ما يتنططش عليهم ما نتكلمش بلغة ما يفهموهاش ما نلبسش جاء لبس يجرحهم وده من اقوال الامام علي ده من قول ده ما يقوله ان كان يحاول ان يحافظ على مشاعر الناس الذين يزورهم بحيث انهم ما نلبسش لبس يعني اكثر رونقا من لبس الخسار في الافراح والاحتفالات ما يجرح حمش جرح جرح يعني جرح ولابد نستشعر حاجة مهمة انا اتقادة اجري من اليتيم وصلت واللي اقولها تاني انا اتقادة اجري من الارملة انا ورئيس مجلس الادارة والمتبرع ها خدمين لليتيم حتى لو كنت متبرع ما اللي عندي امانة يخرج ها ليعطى اليتيم وخلص لحدوته لا اشرت واتشرت على مؤسسة او على يتيم او على ارملة لا اجرح المحتاج بصورة مش عايز يستورها او بشعار مش عايز يحطه على فانيلته ده قمة التخلف والجرح جروح عميقة ايه الزهالة ايه الزهالة ايه ده نتكلم مع مشاعر نتكلم مع احسيس نتكلم مع اكيانات بشرية هي في الاصل احسن مننا هي في الاصل اطقى مننا واورع مننا الى اخري الى اخري فاللي هتعامل مع المجتمع المدني ومع الحيوان ومع الطير ومع الجماد لابد ان يعتبر نفسه خادما لهذا كان عندنا جمعية جنبنا جمعية للدفادع تذكرها كان قدامنا احنا مش لقينا عشرة جنين لمشي بقى الجمعية هم عاملوا حملة جامع فيها ثلاث تربع مليون جنيين احنا استغلنا دفادع احسن ما بنشغل معاكم انتم كنا عملنا حاج شفت بقى بسة حلبسة والفيل في البنديل بيجيب ارشين وكيكو مككيش وكوكو اسمها ايه المهم فنرجع تاني مرة تانية وانا بقولها في كل حتة قصة من بالله العظيم لن اغيرها لن اغيرها وحذاري ندخل على يتيم او ارمالة بلبس شيك او بشعر عليه فازلين او بكلمة نقولها علشان نعمل فارق بيننا وبينهم جرح ده بيجرح بيجرح بيدبح سلوكيات واخلاق التعامل مع هؤلاء الذين هم نحن خدما لهم هذاري حتى ولو كنا واخدين اكبر الشهادات حتى ولو كنا عندنا ملايين الملايين احنا قلنا نبرح توز بالتركي يعني ايه بس بالمصر يعني توز عجبتك قوي دي اتحكي بصوت عقلي بس عشان تشجعيني لابد 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 نعمل مؤسسات المجتمع المدني لانها ركيزة أساسية في بناء اي مجتمع من خلاله تستخر الدول ويكون مكمل لدور الحكومة ودور القطاع الخاص ده يأصبح فرض عين دلوقتي يحارب المجتمع المدني في كل مكان لكن نابد ان نبني هذا المجتمع لنحافظ على مقدرات الوطن على الامكانات البشرية على الفكر على الثقافة على كل شيء ولكي نفرز من خلاله قيادات المستقبل فأصبح منظومة المجتمع لابد ان نبنيها وكلنا يبنيها شباب وكهول ورجال ونساء الى اخره الى اخره ولابد ان لا يقصى في اي مجتمع اي فرد مهما كان دينه او عنقه او مذهبه او خلفيته او خلفيتها لانه له حق ملكية المجتمع هو شريك وهي شريكة ولا بد ان نمكن امباورمنت كل مواطن داخل المجتمع في ملكية المجتمع تمكين ثم التمليك ولا يكون التمليك لفئة معينة او التمكين لفئة معينة ها دون فئة اخرى وده اللي بيعمل الفساد وده اللي بينشئ الدكتاتورية كل فرد من حق التمكين وكل فرد من حق التمليك والوطن ملك الجميع مهما قلنا الوطن ملك الجميع ونحن نتكامل ونتعاون لكي نبني وطن يسعد في زراليه الجميع وده رسالة كل ننابي جيه وختمت بالمصطفى صلى الله عليه وسلم نفي المساواة والحرية واعطاء الحقوق الى اخره الى اخره احنا كشباب درنا محوري شئنا ام ابينا شئنا ام ابينا والسؤال في كل التات من الكلمة انا بقولها دلوقتي عشان اخلص تعالي اقف جمبي تعالى انت كمان اقف جمبي تعالى واحد منها رأي اقف جمبي تعالى انت شيك يا رجل اشيك انت ابو ايب تعالى انت عشاء لما انت مفيش مفيش هنا هنجيب لك حد من غير بازلين دلوقتي فيه اخت دانية كده ايه مفيش اخت تعالى انت يالى في النص انت يالى في الصف التاني هو اقف جمبي هسألهم سؤال دلوقتي لابد يجاوبوا عليه باريحية وتلقائية ودون تفكير خلاص خلاص مش تبس حلبس دي خلصناها دي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسألك سؤال ما حال امتي اليوم وما دورك ردي بدون تحضير رد على الرسول رد الرسول قدامك اهو رد عليه انها مسئولية مسئولية المسلام مش بوء احامد وحبة ايات احنا حافظينها واحديث من رددها الاسلام عمل واداء ومسئولية لبناء قدامك الرسول حتقول له ايه تكلميه وده تدهور وضعنا تدهور حالنا صرنا في اسفل سافرين كله من ضعفنا من قلة حيلتنا من هواننا علينا ان نعاهد انفسنا قبل المجتمع اولا المصلحة انفسنا ان يبدأ كل فرد فينا تعالي جنب انت تعالي جنب سك واقف قدامك مين اللحيوة في يوم القيامة يسجد لله عشان انت تخش الجنة تخش الجنة بدون حساب مش تخش الجنة اي درجة تخش الفردوس الاعلى خرج عليك دلوقتي وبصلك اسمك ايه ابتسام كيف حال امتي وما انت فاعلة بها تكلميه هدا يوم القيامة يعني الان اه قدامك اتفع بس عشان تتسجل صوت صوت حال الامة في هوان و والله يعني لا اضافة على اللي هي قالته بصراحة انت لازم يكون لك دور ايه دورك توية الامة تكلميه تكلميه تخيلي انه وقف قدامك صلى على سلم وبيستمع اليك تخيل موقف انكم انكم رسل على الارض خطى نوصل رسالة الاسلام مثلا او اعادة تأهيل مثلا مش عارف يعني هي اللي حكته لا اضافة على بصراحة انا شايفها دورنا كنا طيب بذكر الله خير بشكركم لانه بها الدورة ارجعت وذكرتونا انه مهمتنا نحنا اول شي نكون خلافاء في هذه الارض انه نعمر الارض ونحنا هذا الشي ما كنا كتير نسيانين واول فكرة قبل اعمار الارض لازم كل واحد يبدأ باعمار نفسه شكرا نفس السؤال ورسول امامك هتقول له ايه يعني كلمه كده بصله اقول له رسول صلى الله عليه وسلم يعني اتيتنا باروح رسالة على الارض وهي تحقيق انسانية الانسان لكننا نسينا كل شيء ونسينا تعاليم الاسلام ونسينا وركضنا وراء اوهام وحقائق واركضنا وراء اوهام وحقائق بسبب ضعفنا وهواننا ويعني بتكلمه متكلميش انا يا خي تقدمه مع الرسول شو بتكلمه بصله هاي تخيل المنقف ما في مشكلة شو بصله وتكلمه يا خي تقدم مع الرسول كذلكم الله خيارة أنا أسف أنا أسف كذلكم الله خيارة صدق يعني رسول صلى الله عليه وسلم أثانا برسالة هي أعظم رسالة وهي رسالة اقرأ فعندما تركنا القراءة وصلنا لأسفل السافرين ويجب على الأمة أن تتذكر قدواتها من رسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء وتابعي ومتابعي التابعين وكل عظيم يعني كل عظيم أوصل الرسالة إلى وقتنا الحاضر إزاكم من دخل شكرا طبعا أكيد واحد لما يتخيل عظمة الموقف ما يقدر يسيطر على مشاعره وأكيد راح ينربط لسانه فأول ما أشوفه يعني يعني راح ما أقدر أوقف أمامه راح أخر من طولي أقول له بأبي وأمي أنت يا رسول الله إن حال هذه الأمة من بعدك يرثى له وإنا إن شاء الله لمسؤولون عنها من سأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعمرون هذه الأرض ويرثوها أتعليف أعزائكم من دخل هذا الموقف كان موقف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حينما تولى الخلافة فاعتزل الخلافة بعد أنبوية عمرتين بايع خاصة بايع عامة وكانت امرأته فرحة جداً وزي خليفة فاعتزل وبكى لمدة ثلاث أيام وتصور الموقف اللي احنا فيه اليوم حينما خرج على زوجته فاطمة بنت عبد الملك هي فرحانة وهو زعلان فبتقول له يعني بتهنيه لا ويحك يا امرأة لقد وليت أمر هذه الأمة ما وليت وتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والأرمال الوحيدة واليتيم المقهور والشيخ الكبير ذو العيال الكثير والأسير المظلوم وأمثال هؤلاء في أمتي وعلمته وعلمته في الموقف ده أني سأكون بين يدائي الله سبحانه وتعالى في موقف وأمامي الرسول صلى الله عليه وسلم يدافع عن أمته وأمامي الله سبحانه وتعالى سائلني فالموقف ده لابد أن كل واحد مننا يستشعره كل واحد مننا يستشعره الإسلام ليس محاضرة وليس شعر وليس أدب ولكنه استشعار مسؤولية استشعار مسؤولية ترتبط بمدى حبنا واحترامنا وهدينا برسالة نصف صلى الله عليه وسلم ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه ان احنا عايزين كشباب اننا في كل وقت وفي كل حين نستشعر المهمة التي أنجزها المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء دي بسؤولية اننا أراه بين عيني أتمنى أن أراه في منام واتمنى أن نراه يوم القيامة واتمنى أن أصاحبه في الفردوس الأعلى بشي حقيقة؟ ولا مش هيكل واحد مني يتمنى أن يكون مع رسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى فعلينا أن ننقذ أمته صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير جزاكم الله خير جزاكم الله خير وأنا بعتذر لأخونا أنا إلى اللعبة أنا إلى الحكم أخطأ أخطى الى الرسول أخطأ أخطي الذين يشاء اللهyn لا أخطأ الله جزاكم الله خير جزاكم الله خير قال له من رعاني فقد رعاني جاي انا بدي اتخيل شخصا رسول اعظم بشر هك قدامي بمحاضرة جزاكم الله خير جزاكم الله خير جزاكم الله خير جزاكم الله خير احنا نخش دوقتي في الجلسة المفتوحة وخيل الخطأون التوابون واذا كنا اخطأنا فننتوب الى الله سبحانه وتعالى توبوا لله توبوا استغفروا توبوا استغفرك